سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أهلا بك يا شباب معكم عبد الرحمن ومكملين مع بعض أسئلة الـ IQ المفروض أن الكتاب ده مكتوب عليه Advanced IQ Tests أو اختبارات الـ IQ المستوى المتقدم فيه تعليق كده من حضراتكم من حد من حضراتكم يعني قال لي أنا نفسي حل بسرعة يعني أنت عايز تشرح لنا الحل اشرحه لنا ولكن أنا عايز أحل زي ما أنت بتحل بالزبط يعني أنا دلوقتي هحل مع حضراتكم لكني أنا هحل بالزبط بنفس التفكير هتكلم معاك بصوت عالي وفي نفس الوقت هحل بسرعة الشرح بقى ممكن أشرحه لك بعد ما خلصه وبعد ما طلع لك الحل بحيث تشوف لو أنا قاعد هحل هحل إزاي يلا بنا أولا السؤال بابست في السؤال الأولاني طبعا إحنا زي ما اتفقنا مجمعين أنماط الأسئلة اللي شبه بعض مع بعض دي ماتيريال كانت وصلت لنا من أحد الأحباب يعني وقال يحل لنا الأسئلة دي شفنا منها كتير في شركات بترول شفنا منها كتير أسئلة لمدارس ستم شفنا منها كتير في اختبارات أي كيوف أما كان مختلف أول حاجة بيقول لك أنهنا عايزين نشوف إيه العلاقة ما بين الدوائر اللي فوق دي بالدوائر اللي تحت ونطبق نفس العلاقة على الجانب اليمين طيب أنا شايف أول دايرة اتحركت لتحت والدايرة دي برضو اتحركت لها خلاص أنا فهمت دلوقتي أن أنا همشي اتجاه خمسة واربعين درجة لتحت مع كل الأشكال على طول بسرعة هنزل أبص على الداتة بتاعتي خمسة واربعين درجة خمسة واربعين درجة خمسة واربعين درجة فالإجابة على طول هتبقى الإجابة إيه عايز توقف الفيديو وتمشي واحدة واحدة بص إحنا دلوقتي إن لو نزلنا الخط ده سنة لتحت وده سنة هنا وده جبناه سنة كده وده نزل ناس لنا لتحت وده نزل ناس لنا لتحت وده نفس الكلام هتلاقي فعلا هي الإجابة ايه فانت بتلقوا تقوي لتنين تلاتة وتروح على طول على الإجابات تشوف فين الفكرة تعلم خلصت السؤال وتنزل على بعض وبالك ان اسألة الايكيو مع ان احنا بنكتسب أفكار لكن انت برضو في فيديو ده هتوقفه وتشغله تاني علشان تحل بسرعة بقى احنا خلاص هتبقى فهمت الفكرة خلاص وبعد كده تدرب نفسك الحل بسرعة بحيث تخلص وتنجز على طول السؤال اللي بعد كده طبعا في اسألة انا مش من نفس النوعية فاحنا بنتجهلها وهنحلها بعدين اذا بيض اذا بيض اللي اسود نزل بخط يعني كل اسود كل دورية اسودة بتنزل بخط واللابيت بيفضل ابيت زي ما هو طيب اللي اسود هينزل بخط واللابيت هيفضل زي ما هو اللي اسود هينزل بخط هتبقى الإجابة بي انا ببص فوق وتحت في نفس الوقت ببص فوق وبطبق القعدة اللي انا اكتشفتها من السؤال اللي موجود هنا على باقي الحاجات اللي موجودة على يمين وعناية على الإجابات خلاص لمست معايا قمت على طول مختار الإجابة ونازل على السؤال اللي بعد عايزة تأكد يلا بين اللي اسود هينزل بشرطة واللابيت زي ما هو اللي اسود هينزل بشرطة واللابيت زي ما هو واللي اسود هينزل بشرطة هتبقى فعلا الإجابة بي فانا مش لازم يا جماعة نفضل مستنيين نطبق كل القاعدة مع كل الاشكال علشان نحل بسرعة ونلحق نجاوب باقي الاسئلة خلاص اتفقنا وقف الفيديو حل معايا وشوف الاجابة بتاعتك وما تزعلش ابدا لو ما كانتش صح انت بتتعلم وبتكتسب افكار جديدة طيب اولا انا دلوقتي جاي وبص على الاشكال بحيث اشوف ايه اللي موجود هنا وطبقه ناحية اليمين طيب دلوقتي يا شباب لو جيب بصيت معايا كده في الاشكال اللي فوق دي لو جيب بص هنا ده نزل زي ما هو ده بقى خط ميل نزل زي ما هو بقى خط ميل بقى خط عمودي وفضل زي ما هو اذا انا ما فيش عندي معيار دلوقتي امشي عليه انا مش شايف معيار معين امشي عليه مع الاشكال دي اول ما تشوف حاجة زي كده على طول حاول تفصل الدوائر اللي موجودة دي بعناك ياما تفصلها اتنينات ياما تفصلها تلاتة ازاي يعني انا ممكن افصل الدوائر دي بعنايا كده واضيف خط ازاي كده عشان اربط بقى ما انا لما اشتغلت عليها فردي ما جاتش معايا خلاص انا هربط دلوقتي بالخطوط اللي بفصلها بعنايا انا بفكر معاك كن انا بفكر في حل السؤال بالزبط لو جينا بصينا عند الديارتين دول اللي هم جوم هنا هم وده كمان يبقى التلات دوائر اللي فوق دول جوم هنا والتلات دوائر اللي هنا دول جوم تحت ازا هم بدلوا كروسات فدول هيجوا تحت هنا هيبقى اتنين ميل وواحد عمودي اتنين ميل وواحد عمودي اهو وفيه عندي اتنين ميل وواحد عمودي تاني تحت طيب دول بقى اتنين عمودي واحد مايل فين اتنين عمودي واحد مايل اتنين عمودي واحد مايل هنا هتبقى الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة للسؤال ده يلا بينا نشوف السؤال الى بعد طيب دي مجموعة اشكال كتيرة جدا ودوائر كتيرة ما بتتخضش ابدا عادي جدا هنحاول نقسمهم نشوف هل في علاقة ما بين الجانب اليمين بالجانب الشمال بعنيك واشتغل معايا وقف الفيديو فكر للسواني ويرجع نفكر مع بعض طيب انا دلوقتي لو جيت بسطيب بشكل سريع كده انا شايف في دوارية بيضة هنا بقت موجودة تحت وحصل ازاحة للدوائر يعني الدوارية البيضة اللي في الاخر دي جابوها في الاول ويعتبر اكني زقيت الاشكال شوية يبقى اخر الدوارية جات في الاول ويادي اللي اتنين دولة هم ويادي دي اهي ودي اهي ودي اهي ودي اهي اهي كله زي بعضه بس اكني ايه جبت الدوارية دي في الاول حصل ازاحة طيب ما انا هجيب الدوارية البيضة برضو هنا في الاول واعمل الازاحة بتاعتي هيبقى اتنين ابيض وتلاتة مايل اتنين ابيض وتلاتة مايل فين ادي اتنين ابيض وتلاتة مايل اهم هتبقى الاجابة بتاعت الاجابة الصحيحة هي الاجابة سي. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده لو جينا بصنا هنا شعابا نلاقي ان الدورية السودة بيجي لها خط والاسود والابيض بيقل باسود والابيض قلب اسود والاسود نزل بخط خلاص فهمنا الفكرة انه الابيض هيقل باسود من نفس نوع الشكل من نفس نوع الشكل عشان في ناس بتتسرع والاسود هينزل بخط كل اسود هينزل معايا بخط والابيض هيقل باسود من نفس النوع لاحظ معايا ان الناس ممكن تشك ان الاجابة الصحيحة هتكون الاجابة ايه مسلا ليه هيقولك ما هو الاسود الابيض بيقل باسود والاسود هينزل بخط هدي خط اهو وهدي الاتنين تانين الخط يبقى ايه لا غلط ليه لان الابيض هنا دورية صغيرة لكن لاحظ هنا الدورية ايه دورية كبيرة مش هتبقى دي الاجابة الصحة هتبقى الاجابة الصحة الاجابة سي دي الاجابة الصحة لان الابيض قلب اسود ا الابيض قلب اسود ا بس من نفس النوع ونفس النوع معايا الخط اهو موجود الاسود الابيض قلب اسود اهو والاسود نزل لخط من نفس النوع ونزل لخط من نفس النوع الموضوع بسيط على فكرة وسهل هيحتاج منك بس شوية دقة وان انت تكون مركز كويس تكون مركز كويس علشان تقدر تجاوب اسئلة الايكيو والموضوع ان شاء الله هيكون بسيط مع الناس كلها طيب تعالوا نشوف فكرة السؤال ده طبعا احنا اتفقنا مع بعض على حاجة انه طالما فيه اشكال كتيرة بحاول بعنايا لاول نظرة كده ما خليش الاشكال تاخدني وتمشي يعني اسود وشرطة ميلة شرطة ميلة واسود شرطة عمودية ودائرة بيضة مش بالطريقة دي يعني ما تشتغلش فردي ما تشتغلش على كل شكل لوحده دايما كده اعمل احزاب او اعمل تكتلات او بعنيك مع الرسومات علشان تقدر تميز على طول لما تفكر في الفكرة دي انا كنت قلتها لك على فكرة في السؤال اللي فوق ام يتقسمهم اتنينات يا تلاتات على حسب ما تجيب معاك من اول مرة طبعا لو جيت حطيت خط هنا كده هلاقي انه ده هو هو ده وده هو هو ده فعلامة اكس بتبدل مع الاشكال فلو حبينا نعمل علامة اكس هنا هنبدل ما بينهم هتبقى ده كده وده كده وده هتبقى كده وده كده وخلاص خلاص ننزل ندور بقى على الشكل ده تعال ان بصت كده اه في الاشكال اللي معنا عايزين زائد وخط اه في النص وسلاش ناشي قادي الزائد وخط في النص وسلاش ميلة ولو حبيت تكمل بقى هتلاقي فعلا انه الاجابة الصحيح هيا الاجابة دي طيب بعد كده طبعا انا بفكر معاكم وبنحل عشان بس في برضو بعض الناس بتيجي في الاجابات تقولي ايه اه لا ده الاجابة الصحة المفروض تكون كزا انا كويس جدا الاجتهاد ان انتو بتفكروا معايا وبنجتهد ولكن انا بعد ما بحل معاك انا بفكر على فكرة معاك لاول مرة والاسئلة دي ما مش بتتحفظ يعني انا ما بعرفش احفظ السؤال انا بفكر معاك في الحل لاول مرة وكمان بيراجع بعنايا لان فيه نموذج اجابة فيه نموذج اجابة لايه الكلام ده بيراجع الاجابة بتاعتنا اللي احنا بنوصل بها معا بعد مع النموذج ده وبقول لك الموضوع علشان ما ضلكش او علشان الاجابة اللي تبقى طالعة من بقي لحضرتك وحضرتك تبقى متأكد مليون في المية ان هي دي الاجابة الصحة فانت تكتهد في ايه في فهم الفكرة اللي احنا بنشرحها معا بعد وان هي توصل معاك وتتأكد منها كويس جدا مرة واثنين وثلاثة ولكن ما تخليش تفكيرك يبعدك عن اه الصواب وتبتدي تخش الفرعيات واتتوه نفسك في الموضوع احنا بنحاول نبسط لك الامور بازن الله على قد ما بنقدر وان شاء الله الدينية تكون معاكم واضحة بامر الله طيب عندنا الشكل ده انا دلوقتي اه عايز ابص على الموضوع فطبعا دوريات كتير جدا واتفقنا ان طالما دوريات كتير هنبدأ ان احنا نقسم الدوريات دي هنقسم الدوريات ازاي لو جيه بصينا بعينينا كده يا شباب انا لقيت الاتنين دول جوم هنا حلو والاتنين دول جوم هنا بس تبدله نفس الفكرة برضو هتتعمل هنا هلاقي ان الاتنين دول جوم هنا بس تبدله طبعا الاسود انا مش شايف ان هو تبدل لانه كده كده ايه كله اسود خلاص لو حبنا نطبق الموضوع ده ع نفس الكلام اللي هنا هنجيب دول هنا هيبقى بدل ما بقى اسود ابيض لا هيبقى ابيض واسود وكده كده الاتنين البيض هيبقوا زي ما هم بيد مفهومش مشكلة يبقى انا عايز في الاجابات ابيض اسود واتنين بيد تحت ابيض اسود واتنين بيد هتبقى الاجابة الصحيحة هي الاجابة ايه ادي الابيض والاسود والاتنين البيض لو حبينا برضو نشوف الشكل ال على اليمين هنلاقي ان دول هيجوا هنا وطبعا التبديل مش هيفرق لانه اتنين سود ههم والاتنين البيض هيجوا في الاول فهتلاقيهم موجودين هنا اه دي بعض الافكار طبعا في حاجات ممكن تحس ان هي صعبة ولكن على فكرة امور بسيطة بازن الله هتتابع معانا الخطوات ان شاء الله مع كل فيديو من الفيديوهات اللي بنكملها معاكم بامر الله اه هتلاقي نفسك بتبته تعلى وتعلى اكتر في المستوى هنبدأ ان شاء الله نتدرج ونخش في اعماق الايكيو ونشوف اسئلة من اه نوعيات اخرى من اه الايكيو ان شاء الله نقدر نفيه اتحضرك ازا بتستفاد ما تنساش دعمنا بالشير واللايك والسابسكرايب وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات التانية رائعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة